صغدت إسرائيل من لهجتها تجاه إيران وحزب الله في الساعات الأخيرة ومن باب استعداد تل أبيب لمواجهة نووي إيران طلب الجيش الإسرائيلي من الحكومة الجديدة زيادة بميزانيته الزيادة المطلوبة تبلغ قيمتها مليارات الدولارات وهو ما يطلبه الجيش الإسرائيلي حتى يتمكن من الاستعداد بشكل مناسب لهجوم محتمل ضد برنامج إيران النووي فعين إسرائيل تترقب على ما يبدو احتمال انهيار المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في فيينا والتي تهدف إلى إحياء اتفاقهما النووي متعدد الأطراف إلا أن الساعات الأخيرة شهدت حربا أعلامية وتراشقا حدا بين رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت وسلفه بن يمين نتنياهو عنوانها البرنامج النووي الإيراني فنتنياهو متهم بإهمال الاستعداد بشكل مناسب لمثل هذا السيناريو ولم يخصص أموالا لتوجيه ضربة عسكرية وهو ما قد يكون ضروريا في الأشهر المقبلة إذا أرادت إسرائيل مهاجمة إيران قبل أن تصل إلى قدرة الاختراق النووي وتتطلب مثل هذه العمليات استعدادات كبيرة وفق مسؤولين إسرائيليين عبروا عن قلقهم من أن التأخير في التخطيط قد يؤدي إلى سيناريو تلوح فيه إسرائيل بمسدس دون أي رصاص فيه على حد ما وصفه البعض بنت يتهم سلفه نتنياهو أن إهماله هو ما سمح لإيران بالوصول إلى المرحلة الأكثر تقدما حتى الآن في برنامجها النووي فيما مقربون من نتنياهو يزعمون أن الحكومة الجديدة بقيادة بنت صامتة مع اندفاع الإيرانيين نحو القنبلة القلق الإسرائيلي يتعاظم مع تعزز احتمال الفشل في فيينا خاصة مع إعلان إيران عدم العودة إلى المفاوضات إلا بعد تسلم إبراهيم رئيسي الرئاسة الشهر المقبل اشتركوا في القناة